من فلسطين من فلسطين يا أهلا بك أحياك أستاذ المير أنا أنا ما سألت بس دقيقة عطني مجال أنا ما سألت إلى الآن ولا مرة سألت الأول ما يصير هو البرنامج المفتوح اليوم هو مفتوح بس أنا أسأل وأنتم السألون فصارها الآن صار البس ساعة ونص ما حارف ما سألت فخلينا سألك أنت طاحت بيها بعد شي سأعذرني طاحت برأسك كلتا لا أريد هو أدل والله جدتك هي بعد تاية شي سألوا بعد الظاهر اليوم ما داعي ما قارن معوذتين مثلا هناك وشي صار عندك المهم خلاص لعد لعدية طاحت عليه كلام فاسمع سؤالي اسمع سؤالي اسأل ماذا استفادت الأمك حينما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البر والفاجر على عرضه ويكلمهن وينظر إلى شعورهن وأرجو لهن وإيديهن وهن بلا حجة هذا تأويلك وتفسيرك الباطل مزعوم ليش يعني في اللغة العربية لما نقول يدخل عليها البر والفاجر ليس المقصود هو المعنى اللي في ذلك المقصود أنه كل الناس كانوا يدخل عليها بالمعنى أنه يعني كل الأجناس ليس المعنى اللي أنت بتتخيلهه طب يعطيني دليل أنه معناك هو الصح أنه هل معناه فعلا البر والفاجر هو فعلا الشخص الغير صالح يعطيني دليل يعني ما كانوا يدخلون البر والفاجر كانوا كلهم يدخلون عليها أو نفس الشي أنت ما سوى الشي شفيك يا خبيبي ولكن أنتوا والله ما صحي والله أنا بشكلة لازم أقوي نفسي لأن أنا في مقام قيادة فأترك الضحك لإخوان الشيعة أنت ما سويت شي يعني ما غيرت شي يدخل عليك البر والفاجر فهذا كل الناس كل الناس بيهم البر والفاجر ما سوى الشي أنت طب خلينا نفترض أنه كلامك صحي تمام لا هو مخنفته هو ماكو غيري 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 هو البر ياخي طرفت إشكالك اسمعني لا 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 هو دينكم هذا يعني تستعرون من دينكم هو هو الرواية تقول يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت نسائك بالحجاب يا رسول الله إن البر والفاجر يكلمون نسائك فلو أمرتهن بالحجاب البر والفاجر هي كل الوادب اللي هي منها البر والفاجر ماكو داعي أنت تشمئز من كلمة البر والفاجر تحولها إلى كلهم كلهم هم بر والفاجر أستاذ أمير أنا ما بشمئز من الكلمة أنا قلت لك في تأويل كلمة البر والفاجر ليش أنت فيمتع المعنى أنه أي حدا يدخل عليها طب وين تفسير وين دليلك على كلامك البر والفاجر شون يعني بفقط المؤمنين الصالحين لا أنت تكون ينظر إلى شعورهن ومش عارف إيه لا 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 الآن رح نجي إلى ينظر راح أثبتلك أولا نريد نتكلم على الداخلين فقط مؤمنين ولا مؤمنين وفاجرين مؤمنين طبعا هذا البر والفاجر مجازية أصلا وإيش بدهم المشركين عشان يدخلوا على ستنا أم المؤمنين عائشي إيش بدهم هذه أمور في الفقه إيش بدهم المشركين إذن أكيد مؤمنين أهدى 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 أعصابك لا لا هادي هادي أستاذ عمير أنا أفخر في ديني الحمد لله القرآن عندي بش محرم واضح أهدى 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 واضح إهدى أهدى قرآنك مع الإنامة لا 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 أدعس على قبة الصخرة لا لا أقطع عليكم المساعدات لا لا خلوكم ولا نعلق لتاكلوا لايلون بس إهدى إهدى حتى ما أجه إهدى غير نقاش علمي اجدخل المهدي بالنصر إهدى 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 أطع زعلان على الفاجر ما يريد يتقبل فأنت تقول أن الذين كانوا يدخلون فقط المؤمنين ما في فجار أيو نعم نعم المؤمنين فقط أصلا الفجار إيش سببهم يقدموا على هذا الإشي الأمر كان مثلا تعليم فكري لتعليم الأمور الفكري الكافر إيش يحتاجوا الأمور الفكري يتعلم من النبي مبداية الإسلام كانوا ويدخلون على بيته يتعلمون منه هو صديق النبي لا وكتب ليش معصب لا لا مو معصب مو معصب الحمد لله يعني إحنا منعتذب ديننا مش زيكم دين متعة المتعة مع أخواتك اللي طلعا شردن حتى جبناهن وبلح بزوجناهن بلح شبيك إهدى بقيتوا بس تحتاجون ذولي يسوي لكم جهاد نكالة إحنا ما نأخذ زي المعذرني حرام عندنا فنأخذ بس خواتكم جيد شبيك أنت ولك جاي أجلد بيك إهدى والله شكنا من أن نركبك إهدى 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 ركبوكم بالأفصل 16 خربوا النقاش النقاش 13 شو ما جاي تهدى النقاش خرب ليش هي هي الكبسة قوية عليك ثقيلة شوف 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 المهدي المنتظر شيعة متعة مجوز ما جاي تهدى ليش انحصرت عمر يقول يدخل عليك البر والفاجر لا ما بي تقول الفيجات ما بي تقول عمر يقول يدخل الفاجر على عرض النبي صلى الله عليه وسلم يمديد بي يكلمهن البر والفاجر البر والفاجر لا لا ما بيدخلوا الفجار على أمي شو عميون يدخلوا عميون يدخلوا دخلوا أجنبوا وأصبحوا مجنبين ويفركون وأعطتهم ملحفة لها صفراء وأجنبوا بها ولبست لدرع قطر لعبة لعيب والدنيا ظلت على البر فورا تشتريها عامل تكلم عليها بعدين روح أخذ لك فراء وارجع لها لعله ينزل من السعر أكثر إذا فورا شوف نطيكم دروس في علم المعاملات والفغ يضغل الوصول فهم هذا كانوا يسرون هاي قبل كانوا يجون يفحصون بدون يديهم يشوفون يشيكون الأشياء لهذه المحركات الغرار بعدين انتظروا وإن نبي صلى الله عليه وسلم مثل طلحة حينما قال في كتب السنة عندي محاضرة والله لإن مات محمد لأنكحن عائشة في كتب السنة طلحة هدد وفعلا قد كلمتك شاربة ونكحها بمعركة الجمل في طريق البصرة الإمام الصادق يقول فزوجت نفسها من طلحة ولا يحل لها زواج فزنت زنا محارم ففي ذلك الزمن كانوا يطبون يشيكون بعدين بعد ما مات نبيك طبوا اشتروا يعني دفعوا فلوس وسووا طط بالكارط انت بعدك ويع الخاط خلص خلص ولي ما راح قدر أكمل وكنا قدرش لي انصار هذا صار سيب وهذا تجأ ما اسم يصر انت زعلان خطي زعلان من الفاجر كل علمائك يعترفون كل مفسرين الروايات يعترفون ان البرو الفاجر كان يدخل على عرض نبيك رغما عليك وعلى قبة الصخرة القندرة تعترف بهاي النقطة رغما عليك رغما لازم تقرب هاي المعلومة البرو الفاجر كان يدخل على عرض نبيك رغما عليك لازم تقرب هاي المعلومة رغما عليك شئت أم أبيت الرواية واضحة وكل مفسريكم أجمعوا نعم هي واضحة يدخلوا عليك البر والفاجر فلو أمرت نسائك بالحجار يكلمهن البر والفاجر فأنزل الله آيات الحجار عزل الفجار الفاجر عزل بقى بس المؤمنين كتب المؤمنين الصالحين فقط هو حتى المؤمن الصالح أنت بنظركهم هم مرات يصير متحرش مثل ما نبيك تحرش بزوجة الزيت حينما كانت تختسل إذا نبيك تحرش بزوجة الزيت وتحرش بالمرأة الجونية